بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سيكس بارت ناين هوك دي بار ات ديس كونتينيوس اينز بنتكلم هنا ان انا البار بتاعي بيبقى ستريت او ممكن اعمله هوك بمعنى ان البار دوت تعمل فيه جزء كده علشان يزود البند بين البار وبين الخرصانة المحيطة بيه طب امتى نستخدم الهوك دي بارز لو السايد كفر اند التوب اور البوتوم كفر اقل من او يساوي اتنين ونص انش يبقى في الحالة ديت اني كلاوزد هوك بار اور استير اب تايز طيب ادي كروس سيكشن اهوت الكروس سيكشن دوت ده الحديد الموجود دي الاستير ابز ده التوب كفر البوتوم كفر السايد كفر لو الكفر دوت اقل من اتنين ونص بنستخدم البار بالشكل دوت بنعمله هوك في الاخر بحيس ان هو يزود التماسك بين الخرصانة وبين حديد التسليع ودي مجموعة الاستير ابز اللي موجودة على المسافة اللي هي ld hooked يبقى احنا هنا في الحالة ديت بنستخدم ملتيبلايرز فور تايز اور استير ابز اكوردنج تو الاي سي اي اي اتناشر بوينت فايف بوينت سري بوينت سري دي الفقرة الموجودة في الاي سي اي كود يبقى تاني احنا في حالة التوب كفر او البوتوم او السايد كفر لو اقل من اتنين ونص بنستخدم في الحالة ديت الhooked بار طيب عندنا مجموعة من الفقرات الموجودة في الاي سي اي كود تتعامل مع الميكانيكال انكرش يعني بنعمل ازاي الميكانيكال انكرش تفاصيل بتاعته اكوردنج تو الاي سي اي اي اتناشر بوينت سيكس في حالة الولدد واير فابريك يعني لم يبقى عندي شبكة من الحديد فبنتعامل مع الفقرة اللي هي اي سي اي اي اتناشر بوينت سيفن في حالة البندلد بارز بنتعامل مع الفقرة اي سي اي اي اتناشر بوينت فور لان كل كيس من ديت لها تفاصيل في حالة الhooked بارز بالنسبة للبندلد بارز اللي هي ان انا بستخدم مجموعة من الاسياخ بتبقى مع بعض زي الحالة ديت في خمس اسياخ فاريو انسى مياه البندلد بارز موسيقى موسيقى